اللاعبة التونسية أونسي جابر تتأهل إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون للتين السيدات بعد فوزها على اللاعبة اليابانية مايوكا مجموعتين دون رد السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الكرام أنا أخوكم كريم الهندوي من مصر ودي قناتي على اليوتيوب أتمنى تعمل لايك للفيديو اشترك في القناة عشان تشوف معنا كل الأخبار الرياضية في الفترة اللي جاية الحمد لله أونسي جابر بتبدأ مبارياتها في بطولة ويمبلدون بنجاح وبتفوز في أولى مبارياتها مجموعتين دون رد المجموعة الأولى الستة تلاتة والمجموعة التانية الستة واحد اللاعبة اليابانية مايوكا اللي كان عندها أخطاء كتيرة جدا والحمد لله أونسي جابر استغلت الأخطاء واستغلت ضعف اللاعبة اليابانية وبداية المباريات أو أولى المباريات في البطولات الكبيرة بتكون مهمة جدا جدا بعد كده الانتصار بيجيب انتصار وبتدخل في رتم البطولة وبتدخل في احداث البطولة وان شاء الله مع مرور المباريات انسي جابر تتحسن اكتر وتقلل الاخطاء اكتر وان شاء الله توصل بعيد وتروح بعيد في بطولة ويمبلدون وحلم التأهل وحلم الفوز ببطولة جراند اسلام بطولة كبيرة من بطولات التنس انسي جابر حاليا هي رقم 10 عالميا وقدرت تفوز على اللاعبة اليابانية المصنفة طبعا تصنفها بعيد جدا اللاعبة بمايوكا او جشيما بمجموعتين دون رد وهتلاعب انسي جابر ان شاء الله في الدور التاني من بطولة ويمبلدون يوم الخميس القادم اللاعبة الامريكية روبين مونتغميري المصنفة 161 عالميا على الورق المباراة سهلة على الورق انسي جابر تقدر تتأهل الى الدور التالت بإذن الله من بطولة ويمبلدون النهاردة خلصت المباراة في المجموعة الاولى تفوقت 6-3 والمجموعة التانية تعتبر اكتسحتها من بدايتها يعني النتيجة كانت 5-1 ووصلت 6-1 يعني فازت بشوت 1 في المجموعة التانية اللاعبة اليابانية مما يدل على تركيز انسي جابر في المباراة اليوم وطموحها انها تروح بعيد في بطولة ويمبلدون هذا العام بإذن الله النهاردة للأسف هزيمة اللاعبة هزيمة اللاعبة ميار شريف اللاعبة المصرية اللي بدأت النهاردة في الدور الاول في بطولة ويمبلدون ولكن خسرت بمجموعتين دون رد 6-1 وستة اتنين امام اللاعبة المجارية في 57 دقيقة فقط اعتقد ان اللاعبة ميار شريف بتكون يعني مستوياتها ضعيفة على الملاعب العشبية ولكن بتكون على الملاعب الترابية اقوى بكتير ايضا ماركيتا فوندرسوفا اللي خسرت النهاردة اللي طبعا ايجا سويتك فازت النهاردة ويلينا استوبينكو وطبعا قبل المباراة تم نقل مباراة انس جابر للملعب رقم 14 ايضا قناة بي انس بورتس اللي اعلنت قبل بداية البطولة انها تنقل كل المباريات للأسف لم تنقل مباراة انس جابر في الدور الاول من بطولة ويمبلدون نتمنى تفادي هذا الامر في الايام اللي جاية وفي الادوار اللي جاية لان الناس عايزة تتابع مباريات انس جابر في بطولة ويمبلدون وبينس بورت كانت اعلنت انها تنقل المباريات وبالتالي الناس جاهزت نفسها على كده الناس استعدت لكده ولكن للأسف لم تنقل مباراة انس جابر في الدور الاول النهاردة انس جابر يعني قبل البطولة علاقت وقالت في المؤتمر الصحبي اللي بيسبق البطولة بالنسبة لغيابها عن الالعاب الأولمبية أولمبيات باريس قالت احب تمثيل بلدي ولكن كما قلت سابقا ركبتي ليست في افضل حال ممكنة تغيير الارضية من طراب الى عشب الى طراب ثم الى صلب كده يؤثر سلبا على حالة ركبتي ومن الممكن ان تكون الامور خطيرة بعد الحديث مع طبيب الخاص نصحني بعدب المشاركة تمثيلي الى تونس لا يكتصر فقط على دورة الالعاب الأولمبية انا احب تمثيل تونس وانا امثل تونس اسبوعيا في بطولات الجراند اسلام وفي الجولة رزنامة هذا العام معقدة للغاية ايضا قالت في المؤتمر الصحفي قبل بطولة وينبلدون خسارة العام الماضي هنا كانت من اصعب الهزائم التي مررت بها واستغرك الامر مني بعض الوقت للتعافي كان الامر صعبا جدا بالنسبة لي اخذت اجازة صغيرة كنت في المنزل مع عائلتي اجريت الكثير من المحادثات ومع المدربة حتى عندما اذهب الى الملعب اكون افكر في الملعب الاخضر وهو البطولة أو بطولة وينبلدون اللي خسرت فيها انس جابر يعني بتتكلم على بطولة وينبلدون العام اللي فات لما وصلت الى المباراة النهائية وخسرت في المباراة النهائية ولكن هذا العام الامور ان شاء الله تبشر بالخير بعد مباراة اليوم صحيح هتقول لي مباراة اليوم ليست مقياس امام لعبة ضعيف ضعيفة يابانية ولكن انا بقولك الانتصار بيجيب انتصار ولما انس جابر تدخل في البطولة لما تدخل في الادوار المتقدمة في بطولة وينبلدون ان شاء الله نشوف منا أحسن وأداء أحسن وتقلل الأخطاء وتفرحنا كلنا بإذن الله وعايز أأكد أن أنسي جابر على الملاعب العشبية بتكون أقوى بتكون أجهز بتكون عندها طموح كبير وبتكون متميزة وبتتحفنا وبتبسطنا وبتفرحنا بأداءها الكبير على الملاعب العشبية إن شاء الله تفوز في المباراة يوم الخميس وتتأهل إلى الدور التالت توقعاتكم في التعليقات لا تنسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته